شؤون الزراعة والثروة البحرية وبيع الأسماك بضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين التي تسهم في ديمومة الثروة البحرية والحفاظ عليها وكد القائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس حسين مكي أن الحملة التفتيشية والتعوية تهدف أيضا لضبط مستخدمي أساليب الصيد غير القانونية والتي تؤثر سلبا على المخزون السمكي وأوضح أن الحملة المشتركة منعت 34 صيادا مخالفا من الصيد بشباك نايلون المخالفة بعد ضبط ومصادرة الشباك قبل استخدامها في أعمال الصيد ترجمة نانسي قنقر